أنا هبتدي بيك يا مصطفى بما أنت صاحب الفكرة أو صاحب الفيديوهات دي عاملين فيديوهات توعية منتشرة على السوشيال ميديا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب لتوعية الشباب وتوعية الأسر المصرية من القضايا الخطيرة جدا ويمكن في آخر الفيديو بتعمله زي بتدق جرز الخطر على ببان الأسر المصرية عايزة تفهمني جات لك الفكرة دي منين وابتدتها من إمتى؟ في الأول الأفكار موجودة من زمان بس التنفيذ هو اللي اتأخر شوية الحاجات الفيديوهات الهدفة بيبقى في قلقة شوية منها لأن الواحدة اللي يجي يعملها لازم يكون يعملها صح حاجة تأثر في الشخص اللي هتفرج على الفيديو فبدأت كلمت ناس صحابي بدأنا عرضت علوم الفكرة بدأنا نتكلم على الموضوع سوا بدأنا نصور بكاميرا بس موجودة معنا الموضوع كان بسوط جدا في الأول بس واحدة واحدة أما الناس بدأت تتعلق وتعمل كومنتات الضغط زادة علينا أننا لازم نعمل حاجة أعلى أنت كنت تبدينها في الأول يعني كحاجة فور فان ما بينكم يعني أنتوا بتعملوها كحاجة توعوية للي حواليك وصحابكم للي حواليك نصحابنا حاجة لنا مضون تشر فجرة مضون تشر معنا بدأنا بقى نهتم أكتر أن الحاجات تكون هادفة أكتر ننصح الشباب نعمل توعية للسن اللي اللي مشابشوا اللي هو الأطفال لأن دي المرحلة اللي هي فيها الشاب بيبدأ يتجه للحاجات مرحلة المراحقة ده حقيقي